تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعى برقية تهنئة من سمو الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطني ورفع سموه في البرقية باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار مثاق العمل الوطني وكد سموه بأن ميثاق العمل الوطني يعد تجسيدا واضحا لإرادة شعب مملكة البحرين لمشروع جلالته الإصلاحي وبداية عهد زاهر للمملكة ونهضة تنموية شاملة في مسيرة البناء والتقدم والازدهار تحت راية جلالته حفظه الله ورعاه سألنا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ جلالته ذخرا وعزا لمملكة البحرين وشعبها الوفي وقائدا حكيما لمسيرتها التنموية والحضارية الزاخرة بالإنجازات المشرفة بفضل الرؤية السليدة لجلالته حفظه الله ورعاه